بس اهم حاجة في تحديد المساحات المشتركة بقى انه محدش يطلب من التاني انه يتنزل عن شيء ما يتنزلش عن شيء بيحبه ولا حد يضح عشان حد لان التضحية بتكون مطلوب بعد التضحية بيطالب كل واحد بقى من مقابل التضحية دي لانه بيضحي بيعتبر انه دفع تمن غالي قوي ولازم ده يتقدر لا احنا المشاركة ملها مش تضحية المشاركة مش تضحية المشاركة مش تضحية المشاركة احد بنود واحد ابواب واحد معاني حسن العشر يبقى احنا المشاركة دي بتعمل ايه بتوصلنا الى حسن العشر وعاشرهن بالمعروف وحسن العشر ده هو المعيار الحقيقي للحب بتحب واحد خليك حسن العشر لكن انت ممكن تتكلم عن ايه عن الحب كتير لكن لو بتحب حد فعلا يبقى لازم ايه تحسن عشرته ومن لوازم حسن العشرة المشاركة بحب اما بالنسبة للاهداف مثلا فممكن الاهداف تكون متعلقة مثلا بالاولاد عن خلف كام وهيتعلمه ازاي وهيروحوا قاني مدارس او مثلا يتعلق بالوضع الاقتصادي عن حسن دخلنا ازاي عن حوش قد ايه يعني عن نتدخر طب ولن نتدخره عن نستثمره في ايه او حتى في المستوى الاجتماعي ولا هنكتفي من مرحلة الجامعية وناخد دبلوم تخصصي ميهاني هنعمل ايه كل ده اهداف نتكلم حواليها ونتفق عليها تاني خطو وهي خطوات منطقية خطوة تانية وضع خطط لتحقيق الاهداف دي ماينفعش خلاص احنا خلاص وده احد الاشياء اللي بتخلي المهارة دي ما تتمكنش من الزجين ان هم بعد ما بيحطوا الاهداف المشتركة لا يصنعوا لها خطة لا لازم يبقى فيه خطة عشان تحقق الاهداف المشتركة دي فمثلا لو محتاجين نحسن من دخلنا ممكن نخطط لعمل مشروع مشترك او نخطط الاستثمار في اصل من العصول اللي عندنا زي تأجير شقة بنملكها مثلا ولو كان هدفنا يتعلق بالاولاد نضع خطة للادخار عشان نعلمهم في مدارس معينة او نسأفرهم ويعملوا حاجة او نديهم كرساتي او نوفرهم جهاز مثلا لبناتنا او مثلا عندنا هدف ان احنا نحج مع بعض نحج سوا فنحج سوا نعمل ايه الناس طول عمرهم بيعملوا ايه بييدخل فنضع خطة عشان نتدخر عشان نقدر نحج مع بعض وهكذا او عايزين نعمل ايه عايزين نستمر الخير عندنا بشكل دوري فاحنا عايزين نتدخر ونستسمر المدخرات دي عشان لما نطلع نطلع الصداقات بتاعتنا تستمر الصداقات بتاعتنا على طول كل ده او نتعلم درس مع بعض كل ده او نقرأ او نحفظ القرآن مع بعض كل ده محتاج خطط فعنقرأ كل يوم ربع او عن عن راجع مع بعض كل يوم او عن راجع او عن سمع لبعض كل يومين كل الكلام ده محتاج يبقى فيه خطة عشان نقدر ننفذ الاهداف بتاعتنا رقم 3 نقسم المهام بيننا بقى مين بقى اللي اللي هنحط فلوس عنده ومين اللي هيجيب لنا بقى ومين اللي هيسأل لنا الخبراء طيب مين اللي هيسأل على المدارس انا ومين اللي ومين اللي هيجمع الفلوس ودايما يعمل موازنة كده ويبلغنا بيها ويذكرنا احنا وصلنا لغاية فين انا طب مين لو هنعمل اطعام الطعام مين بقى اللي هيطبخ ومين اللي هيوزع كده فيبتنى نوزع ايه بعد ما عملنا خطة نوزع الادوار بقى الاولاد حتى اولادنا لما يتربوا على ان احنا بنوزع الادوار يعيشوا حياة عارف اول حاجة الاولاد بتعلموا ايه بتعلموا بتعلموا التناغم بتعلموا ان مفيش حد بيعمل كل حاجة وبتعلموا ان احنا محتاجين لبعض وميتعلموا كمان ان الحياة كل الناس بيكملوا بعضهم فيها فيبقى عندهم اقبال على الحياة وبيشوفوا الحياة اوسع لان الاولاد اول ما بيتعلموا الحياة وبتعرفوا على الحياة بتعرفوا على الحياة إحنا كمان بنحس بدور كل واحد فينا لما بنوزع الأدوار مبلاش حكاية الوان من شو دي إن الواحد يعمل كل حاجة نحط الخطة وبعدين واحد يشيل كل الخطة ده مش جيد ده مش صحيح لازم نوزع الأدوار يبقى وضعنا الخطة حددنا الأهداف وضعنا الخطة إيه اللي حاصل كمان وزعنا الأدوار نيجي بقى الحاجة مهمة جدا جدا يبقى عندنا مرونة لوضع خطط بديلة لازم يبقى عندنا خطة بديلة إفرد ياسيدي الحياة متغيرة لازم نعرف إن حياتنا مش تحت سيطرتنا الحياة مش تحت السيطرة الحياة مش زي ما بقول كده دايما الحياة مش under control الحياة under mercy الحياة تحت الرحمة تحت رحمة الله فممكن نخطط لشيء ويحصل ظروف تخلينا نتعلم درس فنتطر نغير الخطة فلازم يبقى عندنا مرونة دي فإحنا لازم ما نخفش ولازم نتفاعل ولازم نتغير وما نقلقش جدا 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 ويجونا عندنا مرونة وقابلية إن احنا نعيد الخطة تانية وبرضو بجلسة وإحنا عندنا يقين وعندنا أمل في الله سبحانه وتعالى إنه سبحانه وتعالى مش هيتركنا